أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشون الشباب أكد أن رؤية اسم مملكة البحرين في الملاعب الأوروبية مصدر فخر واعتزاز ويجسد رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في استغلال الجانب الرياضي في الترويج لمملكتنا الغالية ويتوافق مع رؤية الحكومة الوقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس بجلس الوزراء حفظه الله وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة فوز باريس أفسي بشعار فيكتوريس البحرين على دانكارك في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية أن اسم المملكة علامة بارزة في مدرجات ملعب المباراة الذي احتضن المواجهة في الجولة الثانية من الدوري مشيدا بالانتصار الثاني الذي حققه باريس أفسي وأكد سموه أن النتائج الإيجابية تبعت بالتفاؤل وتؤكد الجهود البارزة التي يبذلها اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية والذي يتوج الجهود لمجلس الإدارة للنادي في دعمها للفريق وجهود الجهازين الفني والإداري متمني سموه للفريق التوفيق والنجاح في مبارياته القادمة هذا وتمكن باريس أفسي بشعار فيكتوريس البحرين من تحقيق فوزه الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب الدوري ترجمة نانسي قنقر